بما ان احنا بنتعلم برنامج الانديزاين فجزء مهم جدا وشئ اساسي في البرنامج دوت اللي بيقدمه لنا هو التنسيق ان انا بنسق ورق كتير او صفحات كتيرة جزء مهم جدا نتعلمه وبرده نفصل به كده حاجة بسيطة بس مهمة جدا في الانديزاين هي الالايمنت او الاستفاف يعني خلي العناصر تقف في مكان محدد ومنسق حسب كل تصميم والفكرة بتاعته فتعالا كده في الفيديو دوت نلم كل افكار الاستفاف او الالايمنت اللي موجودة في برنامج الانديزاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا والله انا عمر عطل بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا فتحين المشروع بتاعنا مشروع مكاوم من خمس صفحات وفيسنج بيتجز يعني عندنا صفحات متقابلة زي ما احنا شايفين دي كده لان ده هيفدنا في الموضوع اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي وهو الالايمنت تعاكي نرسم اول حاجة مربع فهدوس شفت وهبدأ ارسم كده عشان يكون معي شكل منتظم وتعالا نعمل دلوقتي مستطيل بالمنظر ده كده ونعمل مستطيل تاني ولكن بالطور بالمنظر ده كده دلوقتي انا لو عايزة نسق التلات اشكال دولة عايزهم يصطفوا مع بعض يعني يبقوا على خط مستقيم افقي او رأسي او يتوزعوا المسافات من بينهم تبقى متساوية كل الحاجات دي بعملها من البنر المسؤولة عنها اللي هي الالاين برضو انا لو اخترت التلات اشكال دول كده او الاشكال انا عايزة خليهم يصطفوا مع بعض بلاقي عندي الجزء اللي موجود في التول بار اللي فوق ده كده بيبقى في عندي الجزء دوت اللي هو خاص بيه الالاين هي هي نفس الادوات ولكن عشان برضو ممكن تكون مظهرة عندي ناس او الوركي سبس بتاعتها مختلفة زي ما احنا متفقين احنا شغالين على الاسنشيالز كلاسيك نفس الادوات دي هي هي بس احنا عايزين نشوفها بشكل اوضح فبنجيبها من البنر اللي اسمها ويندو بعد كده بننزل على اوبجيكت اند ليه قوت ونخش على الالاين فبيفتح لنا البنر بتاعتنا دي اللي هي اسمها الالاين وفيها نفس الادوات لو تاخد بالك هي هي نفس الادوات ولكن هنا في البنر بيبقى الموضوع بشكل مفصل شوية وما بقاش فيه لخبطة بازن الله فبختار الثلاثة اشكال او اي عدد اشكال انا عايزه حسب التصميم بتاعي الجزء ده زي ما هو واضح كده من كل رسمة بتقولك الاشكال هتبقى مصطفة ازاي يعني لو قفنا على الشكل الاولين ده بيقولك يعني كلهم بيروحوا على الحفة الشمال لو دوست عليها كده كلهم زي ما احنا شوفنا كده استطفوا مع بعض وراحوا كلهم ناحية الحفة الشمال نفس الفكرة لو انا عايزة خلين كلهم يصطفوا على الخط الرأسي يعني كلهم بيبقوا على نفس الخط الرأسي من السنتر بتاعهم هدوس على الايكونة اللي في النص دي كده فهلاقي كلهم كده استطفوا على نفس الخط الرأسي بالزبط بالتبعية برضو نفس المعنى الايكونة اللي هي اللي هي لو دوست عليها كده كلهم هيروحوا على الحفة اليمين الموضوع بسيط جداً لغاية هنا طيب تعالي ناخد تلات اشكال دول دوبليكيد فهدوس ALT وهشدهم اروح بيهم الصفحة اللي على يمين دي كده وتعالوا كده نخلي التلاتة اشكال بتوعنا بالمنزر ده كده نفس الفكرة التلاتة التنيين بقى اللي جنبهم دولة دول خاصين بي الحاجات الأفقية فلو انا عايزا اقصطف التلاتة اشكال دولة فيه صفحة العليمين اخليهم على نفس الخط الأفقي ولكن من فوق فهبص على الايكونة الي عندي دي هنا كده بتقول لي Align top edges فهلاقي كل الاشكال بتاعتي بقى مصطفة على نفس الخط الأفقي ولكن من top لو دوست على اللي جنبها اللي هي vertical centers دي كده هو هيبقى نفس بتاعهم افقيا واحد. نفس الفكرة لو على فهينزلوا كلهم على نفس الاستقامة كده ولكن من اخر ادج. الموضوع لغاية كده بسيط جدا وده الفكرة العامة في اي برنامج ديزاين فوتوشوب الستريتور هتلاقي نفس الفكرة دي واحدة. ولكن الجديد اللي احنا عايزين نتعلمه هنا في الان ديزاين هو احنا بنعمل استفاف او بناء على ايه? ايه بالنسبة لايه? ده الجزء الجديد اللي هو لو احنا اخترنا الثلاثة اشكال بتوعنا اللي هنا دول كده. وتعال كده بص عندي هنا في بلاقي عندي خمس اختيارات في اتنين منهم ممكن تكون شوفتهم في الفوتوشوب او اللي هما لكن الجديد عندنا اللي هو او اول حاجة كنا بنعملها دلوقتي اللي هي يعني الاشكال اللي انا بختارها بقول لها تصطف مع بعضيها بالنسبة لبعضها. لكن لو انا مثلا عندي المستطيل الاحمر ده كده هو هنا كده. انا عايزه يبقى في نص الصفحة بتاعتي هنا اللي هي رقم اتنين. فانا لو اخترت الشكل ده كده وعملت له هنا كده عملت له بالفرتيكال او عمر ما هتحرك لان انا مش بختار غير الشكل ده بس. فانا عايزه يبقى في نص الصفحة بتاعتي فهاجي هنا كده واخليها على اقول له يعني انت استفه بناء على مأسات الصفحة اللي موجودة عندي هنا كده. فلو اخترت شكل واحد اللي هو المستطيل الاحمر ده كده وعملت له هلاقي انه هو كده بقى بتاعه هنا كده في نص الصفحة بالظبط. وبناء رله لو انا عايزة كل الاشكال بتاعها تبقى في نص الصفحة بالزبط كده رقصيا هختارها كلها وانا عامل كده وهاتكه على هلاقيهم كلهم كده بقى على نفس الخط الرأسي من بتاعهم في نص الصفحة بالزبط كده وبناء عليه لو عملتم في clothing هنا كده كل الاشكال بقى المركز بتاعها هو مركز الصفحة بتاعتي. حاجة كمان هنا هتوضح لنا الجزء اللي جاي لو اخترت الاشكال بتاعت دول كده وعملت لهم align left edges دي كده والتكيد بناء على الصفحة انا بعمل align to page فهلاقيم كلهم راحوا على اخر حفة اخر الصفحة بتاعتي من ناحية الشمال وركز معايا في الجزء اللي جاي ده كده هختار التلات اشكال وهعمل لهم المراضي ايه right edges انت متوقع ان هم هيجوا فين هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا صح هم هيجوا هنا عشان ده اخر الصفحة بتاعتي اللي هي رقم اتنين الصفحة بتاعتي رقم اتنين اخيرة هنا وده المارجن بتاعي المستطيل اللي هو البنافسيجي شوية ده ده المارجن بتاعي فهم هنا بيعملوا align to page فبيروح على اخر الصفحة دي اللي هي رقم اتنين وده هيوضح لنا الجزء اللي جاي تعالك نبص على الابشن البعادية اللي هو align to margins ونفس الفكرة اللي عملت لهم align left edges دي كده هيروحوا على المارجن بتاعي مش اخر الصفحة بتاعتي طيب تعال بقى ديك سؤال تاني وقولك لو احنا عملناها align to spread اللي هو ايه اللي سبريد اللي عندنا ده هناك تعال كده نشوف تطبيق عملي مع بعض ونختار تلات اشكال مع بعض دلوقتي انا لو عملت لهم align right edges الحفق اليمين هل هيروحوا عند الخط ده ولا الخط ده ولا الخط ده ولا الخط ده ولا في الاخر خالص هنا كده هرديك سانيتين واحد اتنين طيب تعال نشوف كده ونطبق مع بعض واحنا نفهم اكتر لو اتكيد كده بص راحوا فين راحوا على اخر اخر الصفحة اللي قدام الصفحة بتاعتي يعني ايه بقى الكلام ده الـ spread عندنا هنا اللي هم يعني الصفحتين المتقابلتين واحنا عملنا facing pages عشان المنظر ده كده عشان يبقى عندنا صفحتين متقابلتين ونشوف الـ spread يعني مثلا الطاية اللي هو عندنا صفحتين قدام بعض الـ design هنا لما بعمله align to spread هو بيتعامل مع الصفحتين اللي قصاد بعض لكنهم صفحة واحدة وده معناه حاجة مهمة جدا ركز معايد لنا لو عملت align horizontal centers اللي هو خليم كلهم في نص الصفحة بتاعتي رأسيا تتوقح يروحها فين عشق بديهي جدا يعني حين الوقت خلاص فهمنا ان هم هيبقوا بالنسبة لنا نص الصفحة بتاعتي كلها دي كده هيبقى هنا كلهم بقوا في نص الصفحة بتاعتي ده هنا كده ودي تنفعنا في الحاجات اللي احنا بيبقى عندنا الصفحتين اللي قصاد بعض بيبقى فيهم تصميم مكمل من الصفحة دي للصفحة دي فانا عايز يبقى المنظر متناسق مع بعضه فممكن استخدم align to spread بتبقى عملية جدا وفعالة جدا اما بقى اخر اختيار احنا سايبينه للاخر اللي هو align to key object تعال نفهم ايه الجديد في الاختيار ده وبيضف لنا ايه زيادة لو انا اخترت الثلاث اشكال بتقعدوا لكده وهاجي هاختار align to selection العادية خالص اول واحدة خالص وهاجي هعمل لهم align left edges بالمنظر ده كده هو هنا بياخد الاشكال كلها للشكل الاقرب للحفة اللي انا بقول لهم يروحوا عليها يعني لو انا اخترت ثلاث اشكال بتقعدوا لكده وقلت له align right edges بالنسبة له right edges اقرب واحد لل right edges اللي هو الازرق فكلهم هيروحوا للازرق نفس الفكرة لو قلت لهم دلوقتي كلهم align left edges كلهم هيروحوا ليه اقرب شكل اللي هو بالنسبة له هنا الاحمر فلو دست كده كلهم هيروحوا للاحمر فالموضوع دوت مش عملي اوي لو انا عايز مثلا اخلي ده الشكل الاساسي بتاعي وكلهم يصطفوا بناءنا عليه وهنا ظهر الاختيار بتاعنا ان احنا بنختار الاشكال بتاعنا ولو عملت لهم align key object واتكت على ال object ده كده لاحظ معايا فيه highlight زيادة ظهر على ال object بتاعي بقى عندي مستطيل ازرق اتقل شوية كده لو اتكت هنا على المربع الاسود كده اتكا كمان كده ان حددت له قلت له ده ال key object بتاعي يعني كلهم يروحوا ناحية ده ايا كان بقى امر الاستفاف لنا يختاره فانا هرجع تاني highlight على الاحمر هدوس عليه كده بقى عندي ده ال key object دلوقتي لو قلت لهم right edges كلهم راحوا للاحمر left edges راحوا للاحمر وبرضه ممكن تسأل على نفسك شوية بدلا ما تختار الاشكال بتاعتك كده وتيجي هنا تعمل لهم align key object لا انت وانت مختار اصلا align to selection وانت مختار الاشكال بتاعتك دول كده هتختار الاشكال بتاعتك دي كده وتتكة تكة كمان من غير ما تدوس علي حاجة بالموس هتدوس تكة كمان على الشكل بتاعتك هتلاقيه تعمل له highlight كده ده نفس الفكرة كده كده عملت ده ال key object بتاعك align to key object حتى هتلاقيه هنا ايه اتغيرت لوحدها بقت key object نيجي بقى على الامر اللي بعد كده اللي هو distribute أو توزيع دلوقتي انا عايزي خليل خمس مربعات دول كده على نفس الاستقامة الرأسية ويبقوا كلهم مسافات من بينهم متساوية نفس الاستقامة الرأسية بالمنزل ده كده فهختار المربعات أو الأشكال بتاعت دي كلها كده وهي عندي هنا كده هتكة align horizontal centers فهلاقيهم كلهم بقى على نفس الاستقامة الرأسية بس التوزيع بتاعهم المسافات هنا مش متساوية فبيجي هنا عندي الجزء الخاص بـ distribute وبلاقي عندي هنا كده الأشكال برضو موضحها نفسها الشكل ده كده بيقولك ان المسافات الأفقية ما بينهم هتكون متساوية فده معناه هو ده الاختيار اللي احنا عايزين ولقدوست عليه كده فهلاقي ان المسافات الأفقية بتاعتهم بقت متساوية نفس المسافة من ده نفس المسافة من ده ل على الصفحتين وهي عمل لهم دلوقتي كده كلهم بقى على نفس الاستقامة الافقية كده وهعمل لهم المرات يبص يركز معي نفس العلامة دي كده اللي وزعتهم لنا بشكل افقي في علامة جنبها دول خاصين بالتوزيع الافقي تلاتة دولة خاصين بالتوزيع الافقي ودول خاصين بالتوزيع الرأسي فانا لو بسيط كده هلاقي ان العلامة دي شبه العلامة دي ولكن دي مقلوبة يعني دي افقية ودي رأسية فده معنى لو دست كده على العلامة بتاعتي هلاقيهم اتوزعوا بشكل رأسي ولكن هنا الست مربعات بتوعي مش متوزعين على الصفحتين يعني هما كده ميلين اكتر للصفحة اللي على الشمال فانا هنا هرجع تاني عندي فيه الالاين الالاين بتاعي كان بناء على لا انا عايزه يبقى على عشان يتعامل مع الصفحتين اكنهم حاجة واحدة وهاجي عندي كده عامل لهم لا مرحوش كده يعني ما بقوش في نص الصفحتين بتوعي فده معناه ان انا عايزه ميبقى فيه الاستقامة الرأسية فهاجي كده عامل لهم الالاين دي كده دلوقتي بقى كلهم في النص افقيا ورأسيا عايزه اوزحهم بقى بالشكل افقي بالمنظر ده كده فهاجي عندي فيه الديستربيوت وهعمل لهم دستربيوت بالمنظر ده كده طب تعالى نعمل كنترول زيت عايزه اوزحهم فيه المسافة الرأسية فهعمل لهم دستربيوت المرة ده ايه كل المسافات الافقية من بينهم تبقى واحدة فهو يبقى الاختيار بتاعنا ده بالمنزر ده كده. طب لعملت ده كده. بص عملت معي الشكل عملت ازاي? عملت التوزيع ما بينهم كده رأسيا متساوي. وهعمل لهم توزيع افقي متساوي. بص عملي الشكل عملت ازاي? دقا عندي الشكل متناسق بالمنزر ده كده. طيب انا لو عايزهم كلهم ياصطفوا جوة الصفحة بتاعتي اللي هي الشمال المرجم بتاعت الصفحة الشمال اللي هي رقم اتنين. فهاجي عندي هيدا. واختار الاشكال بتاعتي كلها وهعمل له مصطفاف كده وكده ويه توزيع كده طب توزيع كده بص نيجي بقى على جزء تاني مهم جدا عندنا فيه الالايمنت والدستربيوت لو احنا كده جينا عندنا فيه الاربع مصطفلات دولا انا عايز يبقوا مصطفين رأسيا والمسافات ما بينهم افقية كده رقم محدد حاجة كده انا محتاجة فيه التصميم بتاعي يبقى مسافات ما بينهم مثلا هي تلاتة سنتي فبختار الاشكال بتاعت دول كده انا عايز اخليهم يصطفوا رأسيا فهاجي عندي هنا كده يبقى على نفس الخط الرأسي اللي هو الشكل ده كده هدوس عليه فلاقي عندي بقى مصطفين رأسيا لو عملت لهم دستربيوت اللي هو التوزيع بتاعي ده كده والتكت دستربيوت هم هيتوزعوا بناء على المسافات ما بينهم بس اللي في النص ده كده ما بين الشكل ده والشكل ده ده مش تلاتة سنتي مش دي المسافة اللي انا عايزة فبلاقي عندي هنا الاوبشن اللي اسمه دستربيوت سبيسنج انا جيت عندي هنا واتدكيت على Use Spacing يعني استخدم مسافة أنا هقولك عليها المسافة هنا أنا هتكي عليه كده وهخليها 3 سنتي وهاجي عندي هنا كده هتكي على Distribute وتبقى 3 سنتي كمان هدوس على الشكل ده كده فده معناه كده إن هو وزعهم لي خليها للمسافة دي كده 3 سنتي ودي كده 3 سنتي دي كده 3 سنتي هو هنا وزع بناء على Spacing أو المسافة اللي أنا بدهاله وبكده نكون تعرفنا على Alignment وال Distribute في برنامج InDesign وقبل ما تقف للفيديو أنا سايب لك مهمة محتاجة منك أنك تنفذها على برنامج InDesign باستخدام Alignment وال Distribute زي ما شوفنا مع بعض كده وتفرجنا واحدة واحدة فهتمنى أنك تنزل التاسك ديت هكون سابقا لك فيه Description في وصف الفيديو تحت ويتنفذها مع نفسك واحدة واحدة كده عشان موضوع يبقى بالنسبة لك سهل وبسيط عشان نفضل مكملي مع بعض ونتابع بكل حماس وفهمين كويس جداً وقبل ما تقف للفيديو برضو ما تنساش أخوك اللايك الجامد والسبسكرايب الاشتراك في القناة لو ديسا ماشتركش في القناة مستنى أشوفك الفيديو اللي جاي أنا عمر عطالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته